السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم ازاي نعمل الهيكل التنظيمي او شجرة العناصر على برنامج ورد بشكل صحيح طبعا احنا في عندنا النمازج الجهزة عن طريق ان احنا نروح على انسيرت وبعدين نروح على سمارت ارت ونختار اي نموذج جهز من نمازج الشجرة الجهزة زي ما حضراتكم شايفين ونقدر ان احنا نعبيها بسهولة جدا ونقدر ان احنا كمان نتحكم في الاماكن بتاعتها زي ان انا اتحرك بدي كده او ممكن اتحرك اجيبها يمين كده وممكن كمان ان انا اعدل على العناصر بحيث اقدر ان اقف على العناصر نفسه واعمل عليه كليك يمين واختار وابعدين اختار فلو اخترت افتر ده معناه بعد طبعا بعد جايب هنا بالشكل ده ممكن نحطه هنا على اليمين والمقصود ببعد ان هو يكون في نفس المستوى ولكن بعد منه بعد منه ممكن يجي على اليمين او على الشمال طبعا انا عايز اقف عليه تاني اقف على ده وهقول له برضو اتشب وهاختار بعد افتر طبعا بالنسبة للاماكن تقدر بسهولة جدا ان انت تمسك العنصر وتحركه في المكان اللي انت عايزه فمسلا انا عايز احط ده على اليمين هنا وبعدين ده عايز احطه جانب منه هنا وده عايز احطه هنا بالنسبة للخطوط دي هو بيتحكم فيها زي ما حضرتك شايف بشكل تلقائي يعني انت بس تحرك العنصر توديه في اي مكان انت عايزه والخط ده بيتحرك معاك وبيعمل الشكل او الوصل مع خط الاساسي بشكل تلقائي طبعا الطريقة دي احيانا بتجد صعوبة شوية في التعديلات عليها وبتعود تتحرك يمين وشمال فبتكون صعبة شوية لو عايز تعمل المسألة دي بشكل اسهل شوية تقدر ان انت ترسم العناصر كلها بنفسك وهناخد دلات الطريقة التانية وانا بعتقد ان الطريقة دي هي الاكثر احترافية وهنروح على الشيبس من هنا من انسرت وهنختار الشكل اللي احنا عايزينه سواء كان مربع او دايرة او ايا كان وبعدين هنختار من هنا نمط معين ويلاقيكم مثلا النمط ده كده وقدر ان اتحكم فيه زي ما انا عايز لكن هنا عندي اشكالية واشكالية كبيرة كمان لو انا اخترت عنصر تاني يعني مثلا عملت كوبي للمربع ده وبعدين عملت كنترول سي كنترول في هنا في المكان ده وبعدين حاولت ان انا ارسم في الانسرت اجيب خط معين اللي هو الخط الخط اللي بيكون فيه زاوية وبدأت ان انا ارسم من هنا الهنا مثلا بالشكل ده وبعدين اديت له نمط معين للخط في الحالة دي هي اوكي تمام مظبوطة لكن لو انا مسكت العنصر ده وحركت واديته في المكان ده اللي حصل ما بيتحركش معي هتطار ان انا امسك كمان النقطة دي وابدأ ان انا احركها علشان تبدأ تتحرك معي بالشكل ده وبتكون يعني غير جيدة زي ما حضراتكم شايفين طيب الحل المضوع ده ايه الحل ان انا اختار مربع رسم زي مربع الرسم اللي كان موجود عندي في السمارت ارت لما بعمل ادراج السمارت ارت كده لاحظ فيه مربع كده خارجي المربع ده موجود طيب انا لما برجي ارسم مباشرة انسيرت وعلى طول بحط المربع بتاعي مفيش حوالين مني المربع بتاع الرسم ده هجيبه منين هجيبه المفروض ان يكون فيه علامة هنا للانسيرت درو لكن هي مش موجودة بشكل افتراضي وعلشان اجيبها هروح فوق هنا على السهم الصغير وبعدين هروح على مور كوماندس وبعدين من هنا هختار اول كوماندس وهحاول انزل هكتب حرف الاي كده علشان يجيب لكل العناصر هدوس كده على حرف الاي في لوحة المفتيح علشان يجيب لكل العناصر اللي بحرف الاي وهدور على انسيرت دروينج لحد ما هلاقيها هنا انسيرت دروينج طبعا لازم اعمل لها وزي ما انت شايف المفروض ان العنصر ده او الايكونة دي هتنزل بجوار والاندو فوق هنا على الشمال فانا هدوس على اوكي هلاحظ ان العنصر نزل هنا فوق هدغط عليه علشان يجيب لي هنا مربع فاضي وبعدين هروح بقى دلوقتي اختار المربع اللي انا عايزه وهرسمه هنا وبعدين اختار النمط اللي انا عايزه ولو اخدت كوبي وروحت في مكان فاضي حطيت لصب تمام احنا الحدي كده كويسين هنروح بقى دلوقتي على الخط المتعرج لاحظ بمجرد ما وقفت على العنصر او المربع ده جاي لي 3 او 4 نقاط لونهم احمر علشان يعمل عملية ربط دينماكية او عملية ربط اوتوماتيكية فانا هبدأ ان انا اوصل ما بين العنصر ده وما بين العنصر ده ولاحظ برضو بمجرد ما وقفت على العنصر ده برضو ظهر لي 4 مربعات او 4 نقاط لونهم احمر علشان يقول لي ان عملية الربط تمت بشكل اوتوماتيك وقدر من هنا اغير النمط بتاع الخط الواصل واغير من هنا كمان السمك بتاعه خليه سميك شوية كده ممكن اغير لونه طبعا للاحمر مثلا او لأي لون انا عايزه واختار السمك بتاعه كده طيب دلوقتي ايه اللي هيحصل بقى لو انا مسكت العنصر ده وحركته هنا لاحظ ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عملية ضبط للخط ده بشكل تلقائي ما بحتاجش ان انا اعمل فيه اي تلاعب زي ما حضرتك شايل فاسعلك كده بقى اي حاجة هتقدر انت تضيفها بعد كده واللزيز في الموضوع اني خلاص انا قادر اضيف اي عنصر يعني مش شرطه مربع قادر اضيف عنصر مختلف ادي له نمط مختلف زي كده مثلا تمام وبعدين ابدأ ان انا اعمل عناصر كتير جدا بالطريقة دي بالشكل ده هاخد من هنا واركب هنا وما يهمنيش بقى انا بركب فين لان انا بتحكم زي ما انا عايز اجي مين اجي شمال مش هتفرق معي خالص تمام واي عنصر انا واقف عليه وانا واقف عليه كده اقدر ان انا اروح هنا واغير النمط بتاعه اختار نمط مختلف زي كده مثلا العنصر ده ممكن برضه اختار نمط مختلف تماما زي كده فبالشكل ده بتقدر ان انت ترسم مخطط بطريقة احترافية اكتر من الطريقة اللي احنا شفناها في البداية اللي هي الطريقة الجاهزة انك تروح على انسرت وبعدين تروح على السمارت ارت الخطوة اللي بعد كده مهمة جدا بقى وهي كيفية ادراج الرسم ده داخل النص اللي مكتوب فمثلا انا عندي هنا مجموعة من النصوص بالشكل ده سواء كانت عناوين او فقرات وعايز احط التصميم بتاعي او الشجرة بتاعتي متناسب مع النص اللي موجود فايمة طبعا ان انا ابدأ ان انا اعدل على الرسم بتاعي لان هو الحد هنا مثلا طبعا ممكن يكون كبير ممكن يكون صغير تقدر انت تصغير العناصر زي ما انت عايز بالشكل ده الخط نفسه ده ما بيتأثرش بتصغير العنصر او بمكانه هو متجاوب معه بشكل كامل انا هعمل دلوقتي التحجيم لشكل الرسم بتاعي بالشكل ده وعايز اخليه متجاوب مع النص نفسه مش عايز اخليه في سطر الواحده كده عايز اخلي النص حوالين منه هعمل على المربع نفسه كليك يمين وبعدين هنزل على راب تيكست وهلاقي هنا فيه مجموعة من الاختيارات ولاحظ بمجرد ما بقف على اي اختيار منهم بيبدأ النص يتحرك وياخد وضعية معينة مختلفة عن الوضعية الاولانية طبعا في البداية هو كان اخد سطر لوحده لكن لاحظ لو انا وقفت على كلمة سكوير لاحظ ان هو بيلتف حوالين النص او النص بيلتف حوالين منه وبالشكل ده لو انا مسكت العنصر نفسه او مسكت الرسم وجبته مثلا على الجنب الشمال هلاقي ان النص بيلتف حوالين منه هنا وممكن اقدر كمان ان انا اسحبه وانزله تحت هنا مثلا في النص ولاحظ هتلاقي ان النص بيلتف حوالين ايه حوالين الرسمة بتاعتي ممكن اجيبها هنا مثلا في اقصى اليمين عشان اكون متأكد هي موجودة فيه بالضبط او ممكن اجيبه هنا على الجنب الشمال تحت شوية علشان يكون النص ملتف حوالين الرسم بالشكل ده طبعا دي طريقة الطريقة التانية هي ان انا اغير واختار behind the text و behind the text ده معناه ان الرسم هتكون خلف النص او ان انا اختار in front of text بمعنى ان الرسم هيكون فوق النصوص فقدر ان انا اتحرك بالرسم فوق النص نفسه والاختيار الافتراضي بتاعه بيكون in line with text بمعنى ان هو هيكون مع النص ولكن اخد سطر لوحده مش النص مش ملتف حوال منه بلاحظ دايما ان التفاف النص حول الرسم بيكون اكثر احترافية وده بيستخدم كتير في المجلات والصحف فافضل حاجه بختارها بتكون square علشان يكون موجود النص بالشكل ده وهو الالتفاف وقدرنا انا ان ازله تحت كده شوية عشان يكون فيه محاذاة في الهامش يعني اتمنى يكون الفيديو واضح ومفيد وقدمت لحضراتكم معلومة قيمة اشتركوا في القناة